قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا إن قلبي يقول لي ورساني يصدقوا كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقوا يا السلام واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا شاهدين الكرام مستمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق الجزء الثاني نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفينا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضلة الشيخ الوسعى الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يرضى عنك ورحمة الله فيك ورد الأخرق النموس الإعلامي قبل بداية الحلقة أود رسالة منفضلتك لكل من يشاهدنا الآن في هذه الأيام الطهبة الطهرة ماذا تقول له أنا لأني أحبهم في الله وواثق أن الحب لا يكون من طرف واحد فكلما قابلتهم وكلما رسلوني وأرسله لي أعلنوا عن حبهم وهذا لحسن ظنهم به أنت أهل للحب وستر عيوب عنهم نعم ولقد سترها الستير سبحانه ولذلك هم يرون شيئا من حسن الخلق أو شيء من هذا القبيل وأنت كذلك وكلامي لا يصل إلى درجة العلم وإنما يعني يكفيه الإخلاص نسأل الله أن يجعله خالصا اللهم أمين ورحمة الله فيه تستمر رحلتنا مع فضلتكم والوعد الحق في أرض المحشر يوم الحساب الميزان ما هو الميزان وما مهياته وكيف يكون الميزان وكيف يكون وزن الأعمال وكيف يكون ميزان الدنيا لنصلح به ميزان الأخير الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراجى أن تدخل موازينه يوم القيامة ونضع الموازين القسطة فهل هو ميزان أو موازين ويقال أن هذا الميزان يعني يرجح في وزنه السماوات والأرض في رواية بهذا ده هو ميزان حقيقي ميزان حقيقي ولكن شكله هويته هذا على مغيب نتوقف لم يرد فيه شيء لا أنما وصفوا بعض العلماء وهذه اجتهادات العلماء فيه القرى مقالة ميزان وموازين ميزان وموازين كيف يزن الأعمال يعني أنت لو عملت العمل الآن وجئت بأحدث ميزان في الكون كيف يزن هل بالميلي جرام هل بالجرام هل بالكيلو هل بالأطوال موازين هل بالمتر بالميل هم ميزان مقاييس في مقاييس وموازين ماذا يزن يعني كيف تضع السجلات في كفة وترجح السجلات وشيء تاني في كفة ما هو يعني نقف ومن قال لا أدري فقد أفتت فأنا طويل بعلمي يعني عالمي مولان بحثت في أضبير الكتب وفي ما من صفحة إلا ربنا يصل لي أنقرات أو سألت فيها شيخا لي أو عالم من العلماء الأجلاء أو من العلماء الثبوت أو من له نسب علمي معروف وفقه ولكن يقف الإنسان جاهلا حائلا يسأل الله اتقر الميزان يوم القيام فالموازين أو الميزان لماذا تبكي مولان نسأل الله النجاة تخاف أنا في رعب مما ابن الحلال ما الذي يقبل وما الذي لم يقبل ألا لم يقل لي أدخل الجنة إلى الآن خلاص فأنا خايف أليس هناك من ترمومتر نعلم أن الله راد عننا به يعني أن يقيمك على الطاعة هذه علامات نظرية أما الواقع سيدنا عثماني يقول رجلي يسر جنب رجلي يوم داخل عتبة الجنة بس لم يقل لي أنت من الذين قد أفلح المؤمنون لم يقل إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر الحمد لله مقامنا في طاعتك هذا من فضل الله هذه مباشرات ظاهرية حقاق الأمور يعلمها علم الغيوب نرجو الله سبحانه وتعالى كده شيء مخيف يا مولاي نرجو رحمته ونخشى عذابه نحن لسنا بالأنبياء ولسنا بالربانيين ولسنا بأولياء الله الصالحين ولكن نحن عباد نخطئ ونصيد لعل الله أن يقبل منا أخطاءنا ويغفرها ويتخبل منا الصوابات ما فيش حاجة مضمونة يعني في الآخر الضمان عند الله الضمان عند الله لكن نحن وقفين عند حدود الله على قدر ما نستطيع وحبيبنا صلى الله عليه وسلم دلنا وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت مش ربني ألا أنا عند ظن عبدي أنا عند إحنا محسنين للظن بالله ولكن الرسول يدعو يعني يعني أنا على عهدك أو عهدك ما استطع أعوض بك من شر ما استطع أبوه لك بالعملاتك علي وأبوه ذنبي فأفر دي بس نحن نقف على باب الكريم نرجو كربع بس هذا ما أقوله لك لكن يعني من فضل الله وضع لنا روابط وضوابط قدر المستطاع بنحافظ عليها نعم وقدر المستطاع ألا نتعدى حدود الله نعم يعني هذا ما نستطيع وبرك الله في ضد القرآن والسماء رفعها ووضع الميزان نعم ألا تطغوا في الميزان سواق وقيموا الوزن بالقسط هذا بالدنيا في الدنيا في الدنيا ألا تطغوا في الميزان في الآخر إزاي في الدنيا كيف يعني طيب الجوارح من الواجب نضع لها ميزان والقلب يجب أن نضع لها ميزان والتعامل مع الناس يجب أن نضع لها ميزان ثم قبل وبعد معاملتنا مع الخالق هذه ربعية الحدث كل حيتنا موزين على هذا ما هو عشان أضبط الإقاع إذا كان يبني لعب الكرة نعم له قنون لو لمس الكرة بيده في داخل منطقة الجزاء الحكم يصفر ومعترض يطلع معه المطاقة اللي مش عارفت السعودة ولا الزرق مش كده مفضلتك بتشوفش الكرة واليوم يا 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 أنا أنا عند وقت أرد جوالة دي بارك الله يا الله ضحيك يا راب لكن أنا لا أحرم حسن الحد يقول ده أخذ موقف يعني لا ليست أولي الكرة حرام ولا حرام لا هذه أمور مباحة لكن لما لما مئة ألف يجتمعوا كده وقد منك على أحد عشر واحد طلقين يجونا واحد طيب طيب ده ده داخل قومي دلولى ده 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 مئة ألف مهدسون الشرع بهم يعني عزدي مارسو يا الله ستغضب الفرق الآن يعني وين أصبحت داخل قومي تمثل داخل قومي للناس ورياضة عما أنكرناش طالما ما فيش موراهنات وش حقي حرام محتطلش عن وقت صلاة يعني أذب المغرب ساعة المباراة نعم ليه؟ المغرب ده يؤدها لأصل بيكتب نوجه ناية المشاهدين الكرام بأننا حانا الان موعد أداني المغرب الله عدهم ليه عدهم ليه ربنا يسامح مفروض كل الناس تقوم تصلي ويكتب ها سمعني يا أخي أو يختار الوقت لا يا هيكيد بالزبط يعني لا ليه ليه الله هو آخر حسابات لنا ليه ليه لماذا؟ ده الكرة أصبحت بقى حاجة كبيرة يا إني الكرة أو أنا عنكرت الكرة أنا عنكرت تعطيل وقت الصلاة ما هو الوقت ممتد يا مولانا ممتد فيني أبني لحد المغرب والحد العيشة حال وجاء صارت المغرب وانا وضلت قاعد كده لغاية مكرسة من وراه وانصرفنا من الأستاذ وعبالما روحنا أذنت هالعشاء دي جيت على الباب البيت ملك الموت ها لا هنديك ايه استراتيب لا هنديو الوقت زيادة لا هنديو الوقت مستقطع لا استخدمون أساهم يا ابني لا شوف الموت هو الشيء الوحيد الذي لم يؤذن العبد به ما يجيها أخبط على الباب ويقول لك خلي بالك أنا هزورك يوم الأربع الساعة سبب لينة إشا نقبض روحك ما فيه شيء خرام ده هي الكرة تعتبر له إذا يعني استخدمت في إضاعة الأعمال وإيقاف ذلاب العمل وإيقاف سبحان الله والاهتمام بهؤلاء الشخصيات يعني سبحان الله وترك الإبداع بالأقلام والاهتمام بركل الأقدام خلاص يعني لا الأمر أنا القنغارد من سؤال الفضلتك لأن فضلتك أصلت في الحلقات المنصرمة يسأل عن عمره وعن شبابه حلو هل سيسأل لعب الكرآن يسأل ماذا قدم خير انقدم سلوكا حسنا وقدوة صالحة والله بارك الله فيه لكن إن عطل أوامر الله كم من مشهور في الأرض منكور في السماء وكم من منكور في الأرض مشهور في السماء نعم يعني البراء ابن عازم عليها رضا من الله رضا من الله عليه رب أشعة أغبر ذو طمري لو أقسم على الله براء منه البراء منهم البراء طيب إذا رؤيا بالعين المجردة وقياسة في الدنيا ماذا يساوي لكن عند الله غالم أتضحكون من دقة ساخب المسعود والله إن قدم بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جوال أحد وجوليبي بالعبد الله هو ربنا هيقيس يوم القيامة أو زان ويقيس جاه ومنظر هيقيس أعمال في الميزان إن الله لينظر إلى صورك وأستاذك ولكن لازم أنا أحط ميزان لنفسي في الدنيا عشان يؤتى يلدع وزن أعماله قبل أن توزن عليه طيب حتى بداية ما الذي يوزن في الميزان أو يوضع في الميزان كل قول أو نظرة أو جلسة أو موقف أو تصديق أو نصرة مظلوم أو عمل خير أو عمل شر كل هذا لا يغادل صغيرة ولا كبيرة حتى قال بعض أهلات التبسم وممكن أن أتبسم في وقت شهد أخد صدقة ممكن أن أتبسم أخد سيئة إزاي أتبسمك في وجه أخيك صدقة حيل لكن لما أنت تقول لي ده أنا ممكن أدمرك فأقولوا أنت تدمرني أنا ما أثعم يا لا أحسن أنت بتعرق لا تعرف تكن من أو ضحك تبسم سخرية أو تبسم استكبار فضع ميزانا لجوالحك وضع ميزانا لقلبك وضع ميزانا للتعامل مع المخلوق وضع ميزانا للتعامل مع الخالق طيب نمشي واحدة واحدة كده ببساطة شديدة طيب ميزانا العقل نبدأ بالعقل ميزانا العقل في الدنيا العقل يجب أن يكون وفق القلب والشرق العقل المجرد وإطلاقه ضلال مبين ليه الإسلام أعظم العقل يا ابني أنا لم أنكر العقل بالعكس ده العقل ده هو أساس التكليف أنا ما كلفت إلا أنني عاقل رفع القلم عن المجنون حتى عقل نعم سليم مالوش عقل والولد الصغير والصغير والنائم التلاتة مالوش عامل والإسلام ما كلف إلا عاقلا خلق إذا هل هناك ضوابط في الفكر آه في ضوابط ضوابط في ثوابت ومتغيرات مجيش عند الثوابت وإزها تقول من قال لك الصلاة من قال لك الزكاة من قال الحجاب من قال مش عارف إيه لا هنا خلاص يبقى العقل خرب عليك الله أكبر المتغيرات نتكلم فيها في الدين عند أهل الفقه الذين يعلمون فقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه النوازن وعلموا أصول الفقه وعلموا أصول الفقه ومصطلحات وبعدين مدلولات الكلمة والبلاغة العربية من نحوه وصرفه كيف يعني كل واحد من تصدى دراج الزمان الإمام غاب في قرية من القرى حصلت نعم طلح قبل موسم الحج قال الحمد لله أن وضع عن نسائكم الحج حجوا أنتم أيها رجال رجالا أو ركبان رجالا أو رجالا يا عم طيب ده تعلموا إزاي مش رجالا على أرسل لا رجالا رجالا جمع رجل جمع رجل فأنت حطت ميزان العقل ميزان النظر النظر لا أنظر إذا شيء قال الله لي لا تنظر يعني يغضوا من أبصاره أمر طب ولي مش عارف لا مش حد مش عارف أيو عذروا بجهله لا 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 ما مش حد مش عارف ما هم تعلمش مش حافظ قرآن زي فضلتك مش عارف لقه زي حضرتك صبر أبو الله صبر أبو الله لغاية سنة 2001 يعني من 21 سنة كان ربما واحد أوروبي ساكن في سكن ننافيا ولا ساكن واحد في شرق أستراليا ولا جنوب نيوزيلان دي ولكن أنا لا أسمحش عن الإسلام مين يعني إسلام بعد الحادثة دي أو بعد اللي حصل هاتلي واحد غير مسلم لم يسمع عن الإسلام سواء إيجابا أو سلبا هاتلي واحد بس رجل أو امرأة لا يعرف عن الإسلام الغابات متى من يسكنوا الغابات حبيبي ما فيش الغابات الغابات مين والله كله عارف إنه يعرفون هو يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم حد يتوحن ابنه طيب ربنا ألوه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن لا نبعث رسولا لكن الآن الآن الحادثة تحدث في غابة في جنوب كولومبيا انت بلغك الخبر قبل ما توصل للعصمان الكولومبي صح بصح صح مش حادث ما ما يعرفش عن الإسلام نعرف عن الإسلام الكثير وليعتج أن الرسول كان من زمان بقى 1440 سنة القرآن غضا كما نزل كما أقراه الله جبري الله جبري لو أقراه جبري لرسول الله وأقراه الرسول ابن مسعود والصحابة هذا هو القرآن الذي نقراه نحن اليوم نفس القرآن وميزان السمع والأذن ما هو؟ أنه لما استمع خانا واستمع قلة أدب واستمع تطاول على الناس وتطاول على أهل العلم وتطاول على المصلحين في المجتمع وتطاول دون داعي على فرقة معينة مذهب معين عرقية معينة سبحانه تسخر دولة من دولة مش ربنا قال ولا يسخر بعضكم من بعض نعم لا يسخر قوهم قوهم حتى سبحان الله طيب هذه السخرية منهين عنهر مش منهين بلى فإذا إذن عندما أستمع إذا أوادر المكان. أنا أضرب المكتابة بسيط جداً. قاعدين في مجموعة كده. خلي بالك أخوانا. إحنا كم؟ إحنا سبعة. في ثلاثة عندهم كورونا في حالة شديدة. يعمل لي الأربعة الثانية. طبعا. طب لما لاجي أنا أن واحد نازل سب في جبال القوم وسبحان الله وملك السيد قاعد يكتب. أخوان مهم حاجة باتنين. يعنصحوا. يأهذبوا. يأهدفع عن الناس اللي مش موجودين دول. يأمشي. يأمشي. هي دا الميزان. هو دا الميزان. هكذا في اللسان. ولو أجبر يعني من قبيل المجاملة ومش هي دا أخي تكلموا اللي بيكلم دا كبير جداً في المنصب والجام. والله في المعارض من دوحة. الله يبارك فيكم. معذرة معذرة أصطفى وراء عملنا بس. وفك. بس يا تك. ميزان اللسان. ميزان اللسان. أن أطبط اللسان. أن أطبط الكلمات. ما سوف يوضع في ميزان حسناتي أقوله. ما سوف يوضع في ميزان السيئات أصبت عنه وأقوله. وقولوا للناس في حسنة. دا أمر يا ابني. هو الدنيا قائمة على شر بس. قالوا وقولوا للناس في حسنة. خلوا كلامك انت دا أمر. زي الصلاة. زي الزكاة. عقيموا الصلاة. عقيموا الزكاة. قولوا للناس في حسنة. انت ليه مش تعتبروا أمر. نعم. سليم. لكن كل ما أقعد ولاياته بالله. قوة شخصية بس يعني. قوة شخصية. دا قوة قلية أدب. يتعد على الحدود يقول لي قوة شخصية. شخصية مين. حضرتك شديد ليهم ولا أنا. شاهدوا يوم القيامة. أنا أقول لي يعجبني. أخطر مما يتوقع العبد وأتخيل. نحنون كده أنا أقول لي يعجبنا. تكلم زي ما يعجبني. ولو كان هذا كلم يهدم أمما. كلمة تدخلك الإسلام. وكلمة تخرجك من الإسلام. وكلمة تهدم البيت. وكلمة تقيمه. زويدني ابنتك زوجتك ابنتي صار بيت. ابنتك طالق اتهدم البيت. نعم. واحد كافر قال لي ليلة محمد رسول الله دخل الإسلام. وقال قال إني كفرت على عذب الله. أصبح كافر. كلمة. لا يدخل لها بالا ربما بلغت من ذوان الله أنها أدخلته الجنة. ويرخل بالرجل الكلمة لا يخل لها بالا ربما أدخلته أو أسقطته كذا في النهار. وحديث رسول المعاز أمسك عليه. يخذ. 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 قل خيرا أو رحم اللهم ورحمه. قال خيرا فحنم أو سكت فسلم. وانكاري ابن بالله واليوم والآخر فليقض خيرا. يا ديدي. حتى في البيوت. قال إمسك بمعروف تسريب الإسلام. إحنا لينا تراشق. جميل أو الميزان. لا مش سهل ده عايز شغل جبير. مواله يسير على من يسره الله. إذا نوى. يسير على من يسره الله. إذا نوى. إذا نوى. في ميزان لليد. أكل حلال. أتصدق. أمسح لروس اليتامة. أكتب تقارير طيبة. أكتب كلام صالح. أكتب مقاد جميل. نعم. يابا هكذا. ميزان القلب. ميزان القلب. أنا أخرج منه كل الأمور اللي حتى تحدثت تخلية. حقت. حسد. غل. طغينة. أمن من مكن الله. قنوة من الرحمة الله. لدت في الخصومة. نية سوداء. عدم رغبة في عمل الصالحات. كل ده أشيده. هو للقلب آفات. وماذا أنا قلته ده ايه. هذي آفاته. تصوة القلب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقفت كده معاك. هو بيبكي ده. أنا الرجل صلى معاك في سنة التسعين. قال له أنا جاعت في أمريكا دي تلتة وعشرين سنة. وأول مرة صلت عندك. حضرت في رمضان. عدرت معاك صلاة العشاء والترويح مبارح الخميس. لقيتك بيتبكي والناس كلها لك ألا بدون بيبكوا. صليت معاك الفجر. قلت بيتبكي واللورك وبيبكوا. صليت الجمعة اليوم. أسألك سؤال يا مولان. أنت كنت ليه بتبكي. أحاول أفلك. ولله الله. متوالله أسألوا لا لأننا نترك الأحذية برك. كنت أولاك تحيث أضايق على رجلي بس. على الحال اللي لاس على رجلي. تشرحوا الزيدان. يعني. يعني تفهموا. 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 شروا البلية ما يوضحوا. سبحان الله. الله المسطحان. نعم. دعوان يا مبالله. اليد ما ميزانوها. اليد قلنا إن نعطي بها الصدقة. نمسح بها على الرسل. نعطي بها الصدقة. نكتب كلاما طيبا. نفتح التلفزيون الشاشة على كلام طيب. أفتح الموبايل على كلام طيب. أقول أيوة. حلوة. بيهزاؤوا اللي رجل فلان. بيسخروا من فلان. يسهروا من الفرقة الفلانية. أيوة. وشارك. ويقول لكم. شاركت. شاركت تاخد ثواب. يأثم. يأثم طبعا. ما هم اللي قالوا. وناقله. ونشره. ناقل الكفر ليس بكافر. لا لا ناقل الكفر. ده بيعرض بانتقال وكذا. لكن هو ما يشاركش عشان يعني يزيد الطينة بالله. لا. لا. ميزان القدمين. ألا أذهب بهم إلا إلى مكان يرضي الله سبحانه ويرضي رسوله. أما مكان. يغضب الله إذا ذهبت إليه. وسبحان الله يغضب الرسول إذا ذهبت إليه. يجب أن أكون ميزان القدمين. أن أعمر بيت الله. أصح بالمتقاصمين. أشيع جنازة. وهن في عرس. أروح أقعد طيبة بريئة. مع قريب مع عيالي. هكذا. ميزان الجسد كله. ميزان الجسد كله طاعة الوالدين. والبنر بهما. واستخدام هذا الجسد في مرضات الله. ميزان تعامل العباد مع بعضهم البعض. مع بعضهم البعض. أن تعمل معهم ما تحب أن يعاملوك هم به. ميزان الزوجة مع زوجة؟ الزوجة مع زوجتي أن يكون خدوته رسول الله رفقا بالخوارير. أما أن يعتبروا أن دي عدو. وهي تعتبروا أنه عدو. وإحنا مش سلبنا مقدسات بعض. ميزان الوالدين مع أبنائهما. أولاد أن يكون. يعني يطلع علينا. ما يطلع لناش عاها زيه. أنا أنا تعبت من العهاد. إحنا عايزين نطلع عيال سوية. يعني عيال بررة. وانا يعني عندي يقين الجيل القادم وأولادهم وأحفادهم. سوف يكونون المسلمون الجدد. الذين يدخلون الإسلام عقلا وقلبا ويرفعون راية الإسلام. ميزان الحاكم مع المحكومين. الحاكم مع أن يكون حنونا عليهم وكان يوقع أب الشفيق وكان راعي لرعيته. فلا يجشمهم ولا يكلفهم من فوق ما يطلقون ولا يؤذيهم ولا يتعدى على أعراضهم. وإنما يحاول أن يرى أي أبواب خير يصنعها ويسهر من أجلهم. قال عمر أنا لو نمت الليلة كله وأضعت نفسي. ولو نمت النهارة كله وأضعت رعياتي. جميل يعني هناك ثلاثة موازين أخرى أسأل عليها في عجالة شديدة. ميزان العبد مع نفسه ميزان العبد مع الرب ميزان العبد مع العبد. ميزان العبد مع نفسه هل أنا جاهز للقاء الله في أي وقت؟ ماذا؟ ميزان العبد مع ربه يا رب أنت أكرمتني وأنا يجب أن أطيعك. ميزان العبد مع العبد في المعاملات. العبد مع العبد أن الإنسان يتق الله ويحاول ألا يؤذيه كي لا يطالبه بحسناته يوم القيامة. كي لا يأتي مفلسا فيه على سطر يوم القيامة. وهنا سيكون ميزانه يوم القيامة كيف ترى؟ ميزانه يوم القيامة ميزان ثقيل مرضي عنه من الله مرضي عنه من الناس. سبحان الله العظيم يعني شهد الله له بالوحدنية والرسول أسقاه بيده من حوض الكوثر رفع الغل من داخله لأنه رفع الغل في الدنيا فأتاه الله خيرا فكان من سكان الجنة. قل أنا رسالة نثقل بها موازيننا يوم القيامة بحسنا. أكثروا من ذكر الله وتحللوا من حقوق العباد أعيدوها إليهم من أول الزوج والعيال لغاية الجار والعمل لا تأكلوا حراما واتقوا الله وعلموا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا تخف إلا من الله ولا تخشى إلا الله وأحب المؤمنين الصادقين وابغض أعمال الفاسقين ولا تبغض الفاسقين هذا الله أعلم. بارك الله وفضلكم وعسونا، احمد لك، شكرا الله بركّالله وع oh Essentials شكرا الله وبركالله وحك directingكم وح proced الدمان لقاء جديد شكر أنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركالله وعليكم والسلام. خـ